موسيقى 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 البعض يقول لك يا أخي أطلع كل مرة الناس راح يتمني والبعض الآخر يقول لك لا واجب على الفنان أنه يظهر بين فترة وفترة حتى الناس يتعرف عليه ويتواصل معهم في النهاية هذا جمهورة أنت شو تعليقك على الموقع؟ أنا أقول لك اليوم طبعا ضروري الفنان يطلع إذا كان عنده مثلا أمل معين أو عنده شغل يديد يصرح ويقول للناس أنا عندي عمل يديد ولكن فعلا الشخص أو الفنان ما عنده شيء يقدم أو ما عنده شيء يديد وكل شوي يطالع في التلفزيون أو في الإذاعة راح تملل الناس صح أو لا؟ اليوم فيه وسائل تواصل اجتماعي مثل الإستقرام والسناب شات والموثل على طول 24 ساعة تقريبا متواصل مع جمهورة فيهم فأنا كل شوي يطالع في الجريدة ويطالع في هذاك راح تملل العالم اليوم مثل الدوانية كل يوم تشوفهم كل يوم يملونك هذا الناس 24 ساعة بالسوشال ميديا موجود بالشاشات موجود الناس مرتاحة متفاعلة مختلف الوضع في سناب شات أنا من أطلع من بيتنا لن أرجع تقريبا وانتبع العالم أصور هاي جمع العالم ما يفرق على الإعلام من كنت أتبقى بالإعلام اليوم؟ لا اليوم يختلف الوضع في التلفزيون لما تطلع فيه لقاء لا وضعيت التلفزيون أكيد ضروري أنت اليوم أنا عندي العمل فلاني اليوم نحن بذلنا يا نتكلم عن مسرحية يا نتكلم عن العمل تلفزيوني ما رح تسألك عن مسرحية لا رح تسألني لو تسألني عن اسمي رح يقولك فانتازي إن شاء الله حاضر بالتأكيد لكم كل التقدير والإهترام وهذا دعم لكم وأيضا دعم لنا بنفس الوقت أن نحن نستمتع في وجود مثل هذه الأعمال المسرحية وراح نفرض لها محور خاص فيها في هذا الجانب اليوم أيضا شاهد نتكلم على موضوع الناس ترى أو حاسة بأن اليوم شاهد غير راضي عن الأعمال الفنية التي تقدم بشكل عام ذكرتي يمكنها على سبيل العجالة لكن نحن نحب نركز عليها بأنك أنت أنتقي النصوص يعني معناته أنت ترين فيه نصوص كثيرة غير الجودة اللي احنا تعودنا على أو المشاهد تعود عليه يشوف فنانينه أيضا قلتي إذا الدور أجور ولكن الدور يستحق أتنازل عن أجري كأن فيه شيء أنت مراضي عنه في المجال الفني في الوقت الحالي شو اللي حاصل لا وصلت اليقين أن الزمن تغير والوقت تغير ولا الناس تغير والناس اللي قاعد تابع بعد تغيرت يعني حين أكثر تأثير صاهير اللي أهمه فئة العمرية تغيرت والفئة العمرية هذه هي اللي تأثر على الجيلي أو الجيلي اللي قابلي الناس اللي كانت تنتقي الأعمال اللي احنا نفضلها أو نحبها أو اللي كانت ما أخذ المكان كبير في الوسط فالحين أكثر الناس تتأثر بعيالهم وهم يفرضون عليهم شون يشوفون في البيت إذا الأطفال أبي هذا المسلسل راح الكل يقاد يتابع هذا المسلسل إذا صار الأطفال مسيطنين على الأسر قصدية شو عالبا؟ أكثر أكثر الناس الحين يعني اللي أنا قاعد أشوفها العوائل اللي هي حواليني أطفالهم يفضلون مسلسلات معينة فالأهل يتابعون مع أطفالهم هذه المسلسلات فعشان تغير النوعية النوعية المقدمة؟ النوعية العمال اللي احنا نقدمها الوقت تطور انت عارف شوية العقليات والتكنولوجيا اللي دشت صحيح المواكبة العصر اللي احنا فيه الحين هذه كلها تغير فشنو لازم كل شي تغير معه يعني أنت غصدت عامل حساب حق الطفل قاعد تحاتين الطفل إذا أسرته ما حاتتها قاعد تسمع كلامه أنت قاعد تحاتين الطفل غصدت لازم أحاتيه عاملت خاص بالطفل يعني قاعدت قدمية أنت لا لا الحين أقع أقولك الجودة تغيرت جودة الأعمال الفنية جودة الأعمال الفنية تغيرت وعلى شان شديء إنه الحين الناس شنو؟ الأعمال السريعة الخفيفة اللي ما فيها وايد الثقل في العمل في الممثلين في الإنتاج الضخم أعمال بسيطة خفيفة ما قاعد تكلف أي شيء والنص وايد لايت قاعد يضرب أكثر من مسلسل نص وممثلين ومجوم وإنتاج ضخم وشذي فعلشان شذي صارت عندي قناع أن الإنسان لازم يتطور مع الوقت ويواكب العصر يعني توفقين على الأعمال اللايت غصدت بالضبط حتى لو كان العمل أنت مقتنعة فيه شو من العمل بسيط والنص عادي أنا سويت مسلسلين ما اقتنعت فيهم نهائيا ليش شاركت شاركت لأن محلو أن أنا أختيفي في فترة طويلة ونفس الوقت مصدر رزقي شغلي نعم فيعني أطلع مصروفي على الأقل ونفس الوقت إذا كان الفنان يشيل صح ما رح يطيح نعم حتى لو كان الناس ضعيف ممثلين لمعاه بالضبط واحد يشيل الثاني رح يصير العمل حلو حتى لو كان الناس ضعيف والحمد لله يعني أنا تفاجأت بردة الفعل القصادة عند الناس هذا اللي قاعد يقول يعني ضربوا أكثر من مسلسلين أنا سويتهم نصوصهم وممثلينهم وإنتاجهم ويتجهز سنتين ثلاث سنين حابة نذكر أسماء العمال صراحة لا طيب موجودين أهموا في سوشال ميديا وأكثر شيء بس صموا عند الناس وقربوني حق فئة العمرية اللي أهموا التينيجر وحبوني أكثر وحبوا ستايلي في المسلسل لأنه يعني يبون الشخصيات الخفيفة ما يبون الشخصية اللي وايد جامدة الحزينة اللي يروشين ساعتها بشي يعني ما نذكر أسماء العمال لا لو تضغط عليه ممكن أنت تعرفه لكن الشيء ما تتحجل عن تراجدي أو كومودي تتكلمين عن العمل بشكل عمل العمل بشكل عمل العمل بشكل عمل لكن في المقابل قاعد نعاني من نقص بالكتاب كيف تفسرها نزيل نحن اليوم فعلا نعاني من نقص بالكتاب أو في شغله اليوم نحن مثلا كتابنا الكبار نعم الله يعطيهم العافية يعني أنت وما قصرتها وكفيتها ووفيتها ولا لحن قاعد تكتبون نعم بس اليوم في كتاب صغار ما حد قاعد يطالحهم أو ما حد يعني قاعد ينظر لهم اليوم هالكتاب الصغار ذيلي مثلا يقول لك أنا لا والله مثلا أيب هالكاتب الصغار أصدق بالعمر والأصغار في البداياتهم في بداياتهم نعم فاليوم هالكاتب لو أنا أشوفه وأقعد وأسمع منه ويعطيني وأشوف شنو عنده ممكن يطلع معاه شي حلو فهمت علي شون اليوم لأ احنا لحين في كتاب معينين قاعد ناخذ منهم وهم مقلة كتاب احنا ما قاعد نطالع الكتاب الصغار أو بعض المنتجيين ما قاعد يطالعون الكتاب الصغار اللي يدد اللي توهم بادين يمكن لأننا طاغي على الموضوع أننا جماعة الشلالية والربع خلاص أنا سلطان رفيجة راشد قروبنا شهة خلاص يبقى احنا العمال بيننا أنا الكاتب أنت الممثل هنا الأخراج خلاص ما في مجال أننا نطالع غيرنا هل هذا هو السبب الشلالية اللي موجودة أم ما في مهرجان خاص للكتاب حيث نتعرف عليهم ونشوف بين فترة وفترة ممثل أول ممثل ثاني لكن الكتاب لا بالعكس تشوف اليوم عندنا فيه كتاب أثبتوا وجودهم وهم صغار في أسامي وايد والتحمد الكنديري في أنا وايد أسامي ممكن أنا شوي تروح فاد عليه والعوضي وايد أسامي ما شاء الله يعني كتاب جميلين وعطوا نصوص وايد حلوة وأبدعوا ولكن نحنا اليوم صارت الموضوع الشلالية هذا فعلا يعني اليوم أنا رفيجي أنا سلطان عندي محمد وعندي خالد أنتو السبب يقولون أنتو كفناني أنتو السبب بالعكس إحنا الفناني موش السبب شاهد شرائع يوم المنتجين مو أنتو كفناني أنتو السبب بهذا الموضوع أنا واحدة من الناس الحمد لله معروف أن أنا أتنوع بالقروبات أو بالمنتجين أو المسلسلات اللي أنا أنتقيها ما أحكر نفسي في قروب معين ولا حد الآن ما كررت نفسي مع أي قروب وشتغلت معه من 17 سنة من دخول للوسط الفني أنا ضد الشلالية لأن المشاهد رح يمل شنو بتنوع لأنت إحنا هو دور أخوي باتشر دور زوجي هنا دور أبوي نفس الشلة نفس الأشكال قاعدت تتكرر لكن هذه الشلالية قلت أنا أضمن على أقل كل سنة أنا عندي عمل في ضماننا عندي عمل هذه المشكلة هذه المشكلة اللي صايرة أنا خل أشتغل مع هذه الشركة أشتغل خمس أعمال في السنة معاهم يعطيني بكج كبير على ست مسلسلات نزين نفس نفس القروب وهو ينسق لي وأنا كن وشقال طول السنة وموري تمام هذا كلام صحيح وبالعكس كل واحد يدور مصلح توهم نفس الوقت يبي 24 ساعة يكون موجود على الشاشة بس يعني في ناس قاعدت تنظلم في هالموضوع نعم طيب الناس الكييفة قاعدت تنظلم أنت تعتبرين نفس الناس الكييفة أنت تنظلمين أنت تنظلمين أنت تنما يكون في قروب بالضبط بالضبط مزاجية يعني هي في اختيار أعمالها في اختيار نصوصها وسلطان أيضا الكثير يبحث عن سلطان الفرج ويقول متى يكون هذا الفنان في نجم سلطان العمل هذا مرسوم فقط لسلطان ما يمنع أن يطعم ببعض الزملاء لكن هل هذا الهاجس موجود لدى سلطانه وكذلك أيضا بالنسبة للشاهد وأيضا بالنسبة للفنانين نفسهم اليوم يا جماع أنتوا كشباب وين بطولتكم لازم في فنان موجود معاكم آخر يشيلكم ومتشيلون نفسكم ونفسكم شو العمل اللي أنتوا تحتاجونه هل ممكنكم أنتوا تجتمعون بعمل واحد كشباب نهيكم عن عالم الأزياء وعالم الكوميديا الفالة المتجاوز للنصوص هذه الأمور راح نسلط عليها الضوء إن شاء الله بعد الفاصل أرجع معاك سلطان على موضوع اليوم أنت ما شاء الله تبارك الرحمن رجل نشط في المسرح ونشط في التلفزيون ودراما ودائما من أدوار متنوعة وأعمال مختلفة لكن متى يكون هناك دور الفنان سلطان الفرج البطل طبعا هذا الشي في رأس كل فنان ولكن في وقت مناسب دور البطولة اليوم ما أقول لك ما قدمنا قدمنا أعمال بس تكون بطولة شبابية صحيح مشترك بطولة جماعية يعني كلنا شباب صغار وقدمنا عمل كلنا أبطال فيه بس متى سلطان يكون أهو البطل لو حد هذه يعني خنقول مع الوقت ومع الزمان أو هذا الجمهور يحددها تقريبا في نسبة للجمهور أنه يحدد هالشي هذا يعني اليوم هو عمل عن عمل عمل عن عمل يكون فيه عند سلطان خبرة أو يكتسب خبرة من خلال كل عمل يقدمه سلطان صح أو لا فممكن نقول مع الوقت إن شاء الله يعني الجمهور كيف يحدد يعني الجمهور أنت تجد محبة الجمهور الزيادة عندها الفنان هي اللي تخلي بطل والقليلة عندها الفنان تخليه مو بطل لا اليوم نحن متواصلين مع جمهورنا على الهوى لايف يعني نحن بالشارع اليوم نسمع من الجمهور متى نشوفك فيه عمل متى كذا متى الروح متى تسويها يحدد لك دور البطولة لا مو يحدد لك دور البطولة يعني يقول أنت خلاص وصلت مرحلة لازم تكون فيها بطل دور أو حد لك يعني اليوم الجمهور سؤاله بالشارع أنه متى حلوين أنت مع بعض فلان وفلان وفلان مثلا مع بعض حلويني تعرف أن الجمهور أنت للحين ما وصلت أنك أنت تكون بطل هالمسلسل هذا أو نجم هالمسلسل هذا لأن اليوم إذا أنت بتكون نجم بعمل ما شيرت تراجع وترجع وتأخذ أدوار عادية صح ولا لا نشوفك تنظر نسائية شيء تتبقين مع السلطان وما تتبقين وما تنشوفك أيضا بدور البطولة خاص بشيه أنا سويت أكثر من مسلسل كان بطولتي بطولة مطلقة وهذا الشي هل أعطتش الدعم نتستمرين بهالمجال ولا تراجعت نشوفك أنا تراجعت لأن هذا الشي وصلت لبدري وايد بدري فعلشان شذي أثر علي على مسيرتي وصلت مرحلة لأن أنا ما أقدر أنتقي أدوار بطولة جماعية لأن الناس تعودت أن أتبروز الزيادة في المسلسلات اللي أقدمها ونفس الوقت هم وين وصل ترتيب اسمي بعد هذا الشي أثر علي وايد فأنا تمنيت لو مواصلها المرحلة ومطولة في البطولة الجماعية وايد أفضل لي يعني أنت شايف نفسك وصلت حق درجة من السلم ما أنت قادرت تردين هالخطوتين هذي اللي وراء أنت مع نفسك مقادرة تردين مقادرة رد حتى باختياراتي ودائما أحاسب نفسي أقول أنا وصلت شذي معقول أن أنا أرجع بسبب البطولة المبكرة اللي خذيتها ثلاث مسلسلات أو أربع مسلسلات اللي كانت تتسمى أسامي شخصية الجمهور مثل ما سلطان وجهة ناظر أن الجمهور هو اللي يحدد البطل هو اللي يشوف أنها الفنان خلاص وصل المرحلة أنه يكون بطل أعمال ألا هو قدرته بتقديم الدور واقتناع الناس أن هذا الإنسان أو هذا الممثل أقنعني في هذا الدور وما حسيت أنه صار فيه خلل في المسلسل لأنه هو صاير البطل اللي متنقل من إله في كل المشهد وعفوا هذا الموضوع صار معاي في مسلسل تسعين حلقة أن أنا بين مشهد ومشهد مشهد تخيل تسعين حلقة هذا مسلسل مسلسل ظل الياسمين كان بين مشهد ومشهد مشهد ومعاي فنانين وأساتذة يعني أوجه لهم تحية وكان اختبار من بالنسبة لي وتحدي بالنسبة حق المخرج الحمد لله يعني لقى صدق يم لقى نجاحها صحيح يعني هذا شيء يحسب لي في تاريخ اللي أنا اشتغلته وهذه الأعمال هي اللي رشحتني إن أنا أكون في هذا المكان مو ذنبي ولا فرضت أنا هذا الشيء أكيد قالوا وقتها صارت مغرورة الحين وخلاص وما تقبل في هالأعمال ورفعت أجراء يبتدروا شيء يبخلوها هذا اللي حصل هذا اللي حصل وهذا الشيء بعد اللي خلاني أحسب ألف حساب قبل أشتغل أي مسلسل لم تعرف على الحسابات هذه شاء الله أنت سحبت الحاجة اللي ما بغينا نقول إحنا بس كلها خلاص قلناها الحين هذه الخطوة يمكن قالت لك أنا دخلت مبكرا البطولة وهذه الخطوة الآن أزعجتني وأتعبتني وفي اختياراتي وأيضا قيل أنا بينا خلاص صارت مغرورة صارت تحدد النصوص صارت خنقول على قولاتهم بكل شفافية يبقى شافت عمورة خلوا تدرم خلوا ركونا خلوا شوف من يعطيها أعمال صار هالحاجة لا من يعطيها أعمال الرزق عند رب العالمين سبحانه وقعد أستغل الحمد لله أموري تمام لا أموري تمام بس أنا مشكلتي أن أنا مضغط الأعمال اللي قدمتها يفترض أن خلاص الأعمال تتوالب أربعضها البعض لكن يبدو أن في شيء صار خلف الكواليس لا لا في ظروف قالت في ظروف الوالد اللي يرحمها في أشياء هذا 2016 أقدم وأقدم لا 2015 تغلت مسلسلين أو ثلاث مسلسلات 2014 تغلت الحمد لله ما في ولا سنة وقفت أشتغل داخل الكويت وخارج الكويت أنت ما وقفت نحن نتكلم عن البطولة عن البطولة أنا ما تراجعت أو ما يقدم لك دور بطولة اليوم لا تقدم لي وايد بس أنا ما اقتلعت فيه أو ما صار أنه ما غيت موافقة الرقابة الميزانية كانت أوفر ما تحملت هالقنات اللي تب تشتري العمل أن تنتجها يعني كانت صارت مجرد ظروف حتى أقفل هذا الملف معك الأعمال اليوم اللي ترضي شهد ياسين شنو ترضي قرورت تحديدا حاليا أنا رح أمشي على كل النصوص والموجات اللي أنا أقتنع أن أتقبل هذه الشخصية ما تسيء حق الشغل اللي أنا اشتغلته في الستعشر سنة اللي فاتت رح أشتغل ما رح أقول مو ضرورة تكون بطولة مو ضرورة عندي لأن أنا اكتشفت أن البطولة الجماعية أفضل السوري الجماعية البطولة الجماعية أفضل سلطة متى تخطو هذه الخطوة هل أنت أيضا تخاف من هذه الخطوة أنت لو اخطيت دور أنا والله موجود أنا فنان عندي جمهوري عندي كارزمتي الخاصة فيني يا جماع أنا بطلع بدور بطل في عمل كوميدي مثلا في عمل مسرحي بطلع أنا بطل تبع حط الكاسة اللي معاي الفريق اللي معاي اللي يساعدني لكن أنا النجم اللي موجود أو أنا بطل هذا العمل كل أحداث تدور حواليني أنا هل أنت خايف تخطي هذه الخطوة لا يرفضك الجمهور باشر وتصير أنت مثلا خلاص أنا بالسوق أنا بروح يا جماعة ما يقدر أدش على الفريق هذا والفريق ذاك ولا أنت يعني تهجيل هذه الخطوة مش موضوع خوف بوتركي اليوم أنت في جي كل فترة لها جيل صح ولا لا نعم اليوم إحنا جيل صح صحي في بالساحة معاي شباب نعم لما أنا أفكر أنزل بطولة أو أنزل بعمل يكون بطولتي ما أنزل بروح يا أنزل بطولة جماعية ليش لأننا نجيل باشر الجمهور أنا ما أقل في الجمهور هو اللي يحدد لي أمية بالأمية الجمهور هو لها نسبة معينة في تحديد هذا الشي نعم الجمهور اليوم أنا متواصل في الشارع أسمع ساعات أقعد بالساعات أتكلم مع شيخ صين وفاهمين يعرف اليوم أنت الحلو أنك أنت تطلع مع فلان في ربعك الفنانين سلطان أنت خايف خايف تطلع بطل خايف تطلع بطل الأعمال موجودة لكن أنت مجل الخطوة خوف من شنو هي لها وقت مناسب حاطها براسك طبيعي هذا كل فنان حاطها براسك ربي يوقعك إن شاء الله تستاني إن شاء الله وبعدها على كلام هذا ما ألومها من ناحية الاختيار اليوم الفنان يعني يكون عنده حلم أو شيء معين في باله وده أن يسويه يقدمه يكتشف أن ماكو شيء من هذا اعترافها جميل جدا هي قالت أنا بكرت في هذه الخطوة استعجلت في هذه الخطوة كان يفترض أن تتأخر شوي فرطلين من يعتذ هذا من ناحية البطولة أنت تكلمت حتى عن النصوص وعن الأمور رح نرجع بعد رح تكلم رح نتشعل أزياء الضهر لا الضهر أول يزعب لي للسلم أنا قلت شكل شايلة الجد والله أنت ما تلاحظون نحن في النهاية مجتمع نتواصل مع بعض من البعض أنتو كمجتمع نسائي مثلا تلتقون مع بعض بعض الأعمال يعني بعد ما ينتهي هذا العمل على المستوى الصديقات مش طعب بالمجال نفسه نحن أيضا كشباب نلتقي مع بعض البعض نلتقي مع الدواوين مع أسرنا ما تلاحظون أنه في عملية التي قادت تحصل الآن من أزياء تظهر على الشاشة من الموثلات تحديدا الاهتمام بالشكل الاهتمام بالمظهر الاهتمام باللوك الاهتمام بكل شيء حتى وهي قاعدة من النوم أكثر من الشخصية وأبعاد هذه الشخصية تعليقك هالموبر علقت أكثر من مرة وقلت فقالة وجهة نظر تحتفظ فيها حق نفسك كل وحدة تحب تطلع بهذا الشكل حرة في مخرجي حاسبها أوكي وإذا ما كانت مستعدة تسوي هذا الشيء ما راح تقدم أنا واحدة من الناس يعني فكري غير أكثر مسلسلات لأسويها تراثي حتى تعديل الفونديشن بطلع حلوة في لقاء بطلع حلوة في صورة أوكي ما عندي مشكلة أجسد شخصية الحين مشكلة مو تشذي أخلي وسطنا حطها على صوب الحين أقع أشوف مسلسلات التركية مسلسلات الأجنبية يعني أوما بعد مسلسلات يعني صناعة الدراما في مصر هم نفس الشيء الفترة اللي فاتت السنتين أو ثلاث سنين اللي فاتت حتى ممثلاتهم بعد الرموش والأيلينار والشدو والحمرة والهذا وهي نايمة بس أن الله ما لابسه بجامة تقدم النوم يعني أنا قلت أنه هم يتكلمون 24 ساعة أنتو الخليجيات الميكب ما يطح منوا أيهاكم نزين كاقا يطلع في المسلسلات العربية ما تنتقدونهم بس قادرين علينا إحنا تنتقدونهم أنتو مجتمعي في النهاية والمجتمع الخليجي أوكي ميخالف و جسد مجتمعي عنده مجتمعي نزين أوكي بس أو مصناعة أنتو كممثلات قابلين بأنك أنتو تتوصلين هذه الشخصية أنا ما أتكلم عن شهد بها أتكلم عن الفنانات بشكل عام أن هذه الشخصية مهما كانت أبعاد هذه الشخصية فقيرة فول ميكوب والشعر واللبس أحسن لا والله غنية نفس العملية الكبيرة بالسن نفس الصغيرة بالسن نفس المكياج نفس الشكل ونفس التشابه أيضا في عمليات الوجش المتعلقة بعمليات التجميل الفلر والبوتكس والأمور هذه كلها أيضا هذا في تشابه كثير التعابير وتعابير الشخصية وملامح الشخصية هذا أيضا من عناصر العمل الفني المهمة حق الشخصية حتى توصل تعابيرها وإحساسها صحيح فهذا كلها وين راح اختفى هل أنتك معاه احترامي حق الأغلبية في فنانات موجودين الآن على الساحة الفنية ولهم مكانتهم لهم تقديرهم احترامهم أنهم بنات وشابات ويحترمون الأدوار اللي يقدمونها ويطلعون بدون ميكوب ويطلعون بدراري عالية اللي هي بو دينار ونص يعني تتجسد شخصيتها أمية بالأمية وفي ناس الغالب عشان بطلع فاصل الغالب قالب الغالب أنا أقول المخرج هذا الشي عند المخرج المفروض يكون يعني اليوم المخرج هو اللي يفرض هو سيد شاهد اليوم المخرج قاعد يأخذ راية بحرية أنا أنا مخرج في عمل من هالأعمال هذي إذا ما يتطبق كل شيء أنا راسمه تهدي العمل ويمشي وإذا قال لك المنتج ما لك فلوس ويمشي ما لك ما بفلوسك ما رح تشتغل خلاص شكرا اللي حاصل شنو شوف مثل ما في ناس شينه اللي حاصل شنو سلطان اللي حاصل المنتج اللي يتحكم ولا المخرج اللي لا هو المنتج اللي يتحكم بس زاك الله خير زاك الله خير فاصل فاصل راح أرجع معها سلطان أيضا ونتكلم اليوم مثل ما تكلمنا اليوم عن الفنانات أن العملية المبالغ فيها حسب آراء الناس في عملية الأزياء وغيرها أيضا هناك في مبالغة من الفنانين الشباب في عملية الكوميديا الغير مقبولة اللي تتجاوز النص هناك خروج مع النص وهناك خروج عن النص ما يحدث على خشبة المسرح نجد الكوميديا وصل لغاية نحن نسميه المجاكر يعني خلاص أنت قطيت عليه إف بي لازم أردلك وأنت تردلي وأروح المسرحية كلها وضاعت الطاسة وضاعت السالفة وضاع الحوار والناس بس تبت تضحك على الفاضي والمليان متهمين لهذا الاتهام بعد الفاصل نشوف الإجابة يبدو أن الموضوع ثار حفيظة ضيوفنا الكرام وحتى بالفاصل هم قاعدوا يتكلمون مع بعض ومبعض لكن يحبون يقولون هوا الشيء عندهم وأنا ما قدر أقول للي قالوا وكلما قالوا شيء يعني في نفس المجال يعني ما تتجاوزه سلطان عندك تعليق والله أبو تركي أنا لحين على موضوع المخرج أنا اليوم حتى لو أنا عندي وجهة نظر كممثل تكون بيني وبين المخرج مثلاً أستاذ كذا 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 لازم في احترام من المخرج اليوم المخرج أهو اللي يرسم الخطة كاملة خلاص الكاتب كتب حاكي المخرج تعالي اليوم ارسم الخطة ارسم أنت مثلاً يعني اليوم ما يصير أنا أديك سيارة سلف بدون مكينة أهو المكينة هو اللي يحرق كل الدنيا هذي فما يصير أنا اليوم مثلاً قاعد من النوم أو كذا حاط مكياج أنا عفواني في شيء لا كملت فضل عفواني ما يصير اليوم مثلاً المخرج أقول حكم لا والله أنا بسوي هذا شيء كيفي لا أنا بطلع من هالباب لا وبدأش من هناك لكن اليوم أيضاً متهمين سلطان في الكوميديا اللي قاعد تطرحونها الكوميديا مبالغ فيها يعني قاعد تطرحون أشياء يعني تخرج من شخصيتك اللي مطلوبة منك على خشبة المسرح وتوصل معاك أنا سلطان اللي أنا قاعد أتمشي ويا بالمطعم قاعد معا بالدوانية ما وصل لكم هذا الاتهام اليوم أنا ما تكلم عن سلطان الفرج أنا تتكلم عن أغلب الشباب في الكوميديا يفهم الكوميديا أنه خلاص أقعد أنكت أنا ليس صحيح يدام الجمهور يفحك إذن أنا تب صحيح هذا صحيح نأيتنا اتهامات على الشيء هذا وقالوا لنا فعلاً برق جمهورك يحاجيك برق يقول لك فعلاً الكوميديا صارت زيادة صار الموضوع صار فالت ما قاعد نفهم المسرحيين ليش تسوون شديد اليوم أنت تنجرف على حسب الفريق اللي أنت معاه على حسب الناس إذا أنت فنان تنجرف حسب الفنانين اليوم أنت أهم الجمهور يعني شوية يقشك اليوم نريد أن يضحك زيادة نحن نحاول أن نضحك زيادة أنتوا تدرون ما يصير ذاك لما يصير تسجيل حق العمل لما تشوف الكاميرات موجودة وتسجل العمل يطلع غير عن العمل اللي حضرنا وهو فعلاً غير عن العرض العادي يكون بلظب خلاص كل فنان يديك سلف زيادة بش سالفتكم أنتوا تعتقدون أن هذا يضيف لكم أنا أريد أن أفهمكم ماذا تفكرون فيه نحن لا مو مغسط يضيف لنا نحن اليوم أنت ما تقدر تتحكم بكل فنان على المسرح صعب أنت اليوم كمموثل الآن في نص في مخرج هم قاعد تقول ممكن اليوم المخرج مو معاكم وليس التلفزيون أنا أكلمك عن التلفزيون يوم المخرج خلاص وضع خطة يجي مع هذه الحركة هذا الناس في برافات ثلاثة شور تشتغلون برافات ممتاز أنني مائع على المسرح اليوم أنا مثلا هالابتهام هذا حاشني ليش لأني أنا موجود فيها المسرحية نعم صحيح زي بس أنا ما أقدر مثلا أنت خلاص أنت مع الفريق شنو الشين أنت معاهم شنو الزين أنت معاهم صح ولا لا هنين المشكلة راح تكمل في هذه الطريقة هذي الفارث ولا راح تثبطون العملية والله إن شاء الله استقبليا اليوم اليوم قدمنا عمل نعم في البيدار نعم صحيح لذلك هذا ياخذنا اليوم في البيدار وتطور موضوع على فنتازيا المبروك على هذا العمل وأيضا هذا العمل يمكن لأول مرة يعرض على دار الأوبرا يعني أول عرض يتم على دار الأوبرا وهو هذا العمل فنتازيا واللي على رأس هذه المجموعة الفنان القدير ساعد الفرج نعم بالتأكيد ولكل طاقم هذا العمل تعليقك على هذا الموضوع لكن قبل أن تتكلم أنا كانت تضحك شهد على وانت تتكلم عن موضوع الكوميديا أنا داشة يديدة عليهم على موضوع الكوميديا والمسرح شايف الشباب قاعد يبالغون اليوم بالكوميديا قاعد ترحون الصراحة أنا قاعد أحضر برافات الطاولة كلنا قاعد نقرأ مسرحياتنا فنتازيا فقاعد أشوف الشباب لما يفتحون بالقطات حلوة لها قيمة وما فيها أسفاف ويعني بثقل ومو مستهلكة ولا قطة بمسرحية فلانية ما تكلم على فنتازيا أتكلم عن الكوميديا بشكل عنه نشوفها في أغلب المسرحيات أنت تتفقين مع اللي قاعد يحصل أنا ضده بس أنا قاعد أشوف القروب اللي معاي ما عندهم هذا الموضوع يمكن أنتوا تشوفون شيء ثاني لأن أنا جديدة على هذا الموضوع أنا راح تكلم على السبب الجديد وكونت جايظة مقلة أنت في العمل المسرحي وهذا العمل المسرحي فنتازيا ونتعرف على شخصيتك فيها لكن إذا حابت تتكلم عن هذا العمل السلطان فنتازيا عمل طبعا جديد على الساحة تقريبا زين إحنا اليوم معانا هرم فنان سعد الفرع أني مسيرة الفنية كلها ما قدم عمل مشابه لهذا العمل لنعرف أنه سعد الفرع الله يطول فيه عمره بودر دعم من أعمال المسرحي اللي يقدمها أقلبها السياسية هنقول المسرح السياسي الكوميدي صح؟ هذا النوع اللي كان يقدمه سعد الفرج ونجح فيه يطول مسيرته الفنية اليوم فنتازيا شون إحنا نقدر نقدم العملاء الفنان العام بودر في هذا العمل فنتازيا ويطلع بصورة جميلة بحيث أنه بحيث أنه ما يتغير العمل هذا ما يتغير عن الأعمال اللي قدمها اليوم العمل المجديد لنحنا كشباب إحنا كشباب قدمنا كوميديا بجميع أنواح ولكن العام سعد الفرع معروف من شبابه هو يقدم في عمال كوميديا قدمها سعد الفرج في عمال كوميديا قدمها وشارك فيها يعني ما الصورة الجديدة التي سيقدم عليها أو سيطرح عليها الفنان سعد الفرج أنه لأول مرة يرى الجمهور فيها أنا أقول لك شوكتين أكثر المسرحين أنا أقول لك اليوم أنت ما رح تشوف سعد الفرج بهايئته تجداشي وقت روعة قال رح تشوفها بغالب ثاني يديد ما تبتقول ما نبدو ما نمصرح هذا عن كل شيء كل المجموعة رح تطلع بغالب جديد بغالب يديد احنا اليوم في خطوط ما نقدر بكل شيء نقول لكن العمل يحاكي بشكل عام محاكات العمل هو مش واقعي فنتازي فنتازي لكن فيه اسقطات ما يمنع ضروري لازم كلمين عن المشاركة تجفي هذا العمل وكيف جاءت هذه المشاركة صراحة يعني حلو أن أنا أرد من بعد انقطاع عن المسرح طويل وخصوصا أنه مسرح أكبار مع أساتذة الكوميديا وأستاذ سعد الفري طبعا من سنين ما اشتغلت معاه من بعد الدروازة مالتقينة فحلو أن أنا أوقف على المسرح بمسرح أكبار ونفس الوقت أنه كوميدي بعيد تماما عن الدراما والتراجيديا اللي أنا كنت أقدمها في حياتي كلها ومسؤولية كبيرة بالنسبة لي أنه سيكون أول عمل على دار الأوبرا يعني حلو أنه أنا ينضاف حق اسمي اسم دار الأوبرا مسرحية وعمل وأول مسرحية تعرض على دار الأوبرا صحيح فعلشان كذي يعني هذا بحق ذات النار شجعك أكثر يعني مو شجعني مخليني بين رهبة خوف تحدي شخصية كوميديية مسؤولية وايد كبيرة فيها بعض القطات اللي هي الكوميديا وما قاعد يقصرون الشباب وأكثر إنسان يعني يعطيني قطات حلوة خايفة الجمهور ما يتقبلك أخايفة فعلا وايد وقاعد أشوف من ردة فعل الشباب وقاعد أخذ من عندهم ما قاعد أضيف أنا من نفسي مسؤولية وايد كبيرة علي الاختيار لما ندش مسلسل أنا متمكنة من الشخصية أنا عارفة أن أنا لايفي بيطلع من عندي نعم لما أوقف على خشبة مسرح كوميدي معاي فطاحلة في الكوميديا وأهل مسرح وخصوصا جمهور رح يكون في دار الأوبرا وهذا المسرح اللي لا هيبته يعني هذا الشيء بحد ذاته كل هذه العوامل اللي هي ساعدت إن أنت تقبلين هذا العمل وتشاركين في هذا العمل نوع من التحدي مع النفس أكيد وأتشرف أن أنا أكون من ضمن هالجروب في عمل فنتازيا وهذا العمل هو اللي رح أضيف لي مو أنا اللي أضيف له والعمل يعني النص الأستاذ بندر طلال السعيد كاتب النص يعني ما أبي أقارن في النصوص اللي أنا اشتغلتها أو قريتها بس أول عمل يكيفني إنه ما فيه اسفاف ما فيه جملة تشيلها تبدلها تقول لا مو مرتاح في هذه كل الجمل يعني متجانسة مع بعض كل مشهد أو كل حوار حق كل فنان بالضبط عارف كاتب حق منه الأشخاص اللي بيقول هذه الجملة فعشان أنا حاسة أن أنا بيدين أمينة ودشيت بقلب قامد بس هم ما يمنع أن أنا خايفة من المسؤولية اللي أنا حطيت فيها وإن شاء الله الله يوفقنا فيها لازم تكون أنتم بتأكيد على قدر هذه المسؤولية ولازم الخوف يكون موجود حتى يكون هناك النجاح فبالتالي هو خوف للنجاح إن شاء الله موفقين ولا غريب عليكم أنكم تحصدون النجاح بين فترة وفترة بانتقاءكم لأعمالكم ومشاركاتكم اليوم هذه المسرحية فنتازية كيف تجد التوقيت كيف تجد المكان العرض كيف تتوقع الجمهور سلطان يا رب العالم طبعا إحنا وشي ثقة دار الأوبرا فينا يتمنعقب مسرحية الطنبور وبيدار تكوينة الفريق من البداية يوم كوّن الفريق بندر طلال السعيد نوجه له تهية بطلال هو منتج العمل وهو الكاتب دائما لأنا ما يحب حتى مو قصة أنه أنا ما في كتاب في السوق لا أنا اليوم عندي فكر معين عندي شيء أبي أسوي نقلة نوعية في المسرح الخليجي موش الكويتي بس شكل عام فاليوم بطلال واضع خطة لفريق معين والباب مفتوح أو العودة للمسرح الجميل اللي فقدناها في كوميديا وفي سياسة وفي هدف وما في ابتذال ما في إسفاة ما في إسفاة في خطوط حمرة كثيرة في خطنا في سيرنا اليوم بندر السعيد فاتح الباب للجميع الممثلين أي أحد يطيق بابنا احنا مفتوح بابنا احنا مو فريق معين بس هذا اللي قاعدنا نشتغل لا احنا بابنا مفتوح لكي جميع الفنانين منو شايف نفسه حابلنا يجرب هال الفكر هذا احنا فاتحين ببابنا طبعا اختيارنا في دار الأوبرا كان عن طريق قلت لك مسرحية طنبور ومسرحية طبي دار اللهم لك الحمد وهذا نجاح لمسنا نجاحنا ان شاء الله تبقى تشير فلوس انت مو نجاح سوء جديد هذا خاصي لا لا عليك بالعافية وستهلون منها الأفضل ان شاء الله وباسم الهارم طبعا سعد الفرق طبعا اكيد ويا رب نقدم عمل ان شاء الله عابد تقول شي عن مسرحية فنتازيا ولا خلاص سكرنا لا مسرحية فنتازيا ما اكو شي اللي نقول لكم احنا طبعا بتاريخ واحدة ثلاثين ان شاء الله واحدة ثلاثين ثلاثة واحدة ثلاثة حبينا اني ما نكون مع ناس حبينا نكون بروحنا شوية نحن لاحظ احنا موش في فبراير احنا في شهر ثلاثة الى شهر أربعة والجميل يفرض نفسه سواء مع ناس ولا من غير ناس مع مسرحيات اخرى يعني اقصد أو من غير مسرحيات الجيد والإيجابي والمميز ويفرض نفسه والجمهور ذويق والجمهور يعرف يميز شكرا لقبلكم هذه الدعوة سعد جدا بحواري معاكم كان ودي اتكلم عن المنتج لكن باختصار شديد هل هناك اليوم دخلاء في عالم الانتاج على العالم الفني وأساؤل الفن واسمهم منتجين أساؤل الفن والفنانين فيه أنا أمتلع عن الرد الصراحة في البعض لا والله فيه في ناس أساؤل الفن والفنانين يدعي لنا منتج وهو بعيد كل البعد عن الفن فيه والدليل على ذلك أحن وينه أو وينهم المنتجين ذي له الله يبعدهم إن شاء الله ويشيلهم لأنه مو معقول احنا قاعد نشوف أعمال بين فترة وفترة تتعلق بهذه المجتمعات الخليجية على شكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص ويسمى هذا العمل عمل كويتي أو عمل خليجي أو عمل كذا وهو بعيد كل البعد عن هذا المجتمع لما تبحث عن المنتج تجد أن المنتج هذا يبحث فقط عن هذا المبلغ عن هذا الدرهم أو عن هذا الريال أو عن هذا الدينار وهو المضبون الذي يقدم هو إسفاف في إسفاف لا يرتقي بهذا المجتمع ولا يرتقي بهذا الوطن وإنما يحاول تفتيت هذا المجتمع و أن الشخص يكون يعيش لنفسه فقط و حالة فردية و يظهرون حالات على الشاشة يعممونها على الناس أن هذه حالات عامة و هذه قضايا عامة و يجب أن تحل و هي قضايا فردية و تحل يمكن بأبسط الأمور لكن تعمم على الشاشات و كأننا في مصيبة و ينجر فراها الناس و يظهر لنا و ناس آخرين يشوفوا اللي حصل و يدعي لنا فنان و في النهاية يروح يستلم شيكه و يعد فلوسه الإساءة منه و هو و الذي قبل عمله و الذي أجاز عمله من الرقابة أنا لا أقول رأيي و لكن هذا هو رأيي عام في هذا الجانب قد يقبل البعض و قد يرفض الآخر بينما يرى الآخر الأخي أعمال جميلة التي تقدم كيفكم جميلة جميلة لكن من تنتهي الحلقة تنسى أول حلقة شكرا لكم مرة ثانية حسنا لكم ممثل ترى و لحن بالطيق تاخذ حقوق أسأل الله يوفقكم إن شاء الله ساعد جدا بلقائي معكم كل التوفيق لشهد ياسين فنانتنا و أيضا الفنان سلطان فرد سأترك لكم كلمة الختام إذا حابت تقولي شيء أنا أشكركم الصراحة وأشكرك على أسئلتك اللي جدا رائعة و فاجأتني فيها وأنا قاعد أقول لك تحت الهوى وأتمنى أن يكون كلامنا خفيف على قلوبكم تقبلونا من عندنا لأنه يعني إحنا في النهاية بشر و نقدم اللي يرضي الناس كلها اللي حوالينا و إرضاء الناس غاية لا تدرك ففي النهاية أي شيء يطلع من عندنا يا جماعة سامحونا و إحنا يعني إخوانكم عيالكم بناتكم تقدرون تحاسبوننا أول بأول لأننا إحنا تحت الأضواء و يوصل لنا صوتكم و مو ما يوصل فاللي حاب يوصل شيء إحنا موجودين و بعد حابة أن ندعو الجمهور الكريم يحضر مسرحيتنا فنتازيا و علشان يكون الرد مباشر منكم لنا و تعبيركم عن هذا النجاح تحصدونا معنا و يعطيكم العافية بالتوفيق إن شاء الله أنت شلاي في استقرام بطل لاي في استقرام و أعطيك مباشرة و أول بول طبعا شكر موصول للجميع لك يا أبو تركي و الشباب الحلوين خلف الكواليس و للمخرجة رحبكم و نقول لكم طبعا 31-3 إلى 10-4 في دار الأوبرا التذاكر ماكو شباك تذاكر أونلاين رح نقول لكم و نعلمكم إن شاء الله شون الطريقة شون تحجزون حق الحفلات الغنائية نفس كذا كل أمر نفس الطريقة إش رايك نفتح الأكاونت الحين و نوري الناس ياريت و الله نحن نزلين كل واحد نزل في أكاونت تبارك الله فيكم و مشكورين و موفقين إن شاء الله شكرا جزيلا لكم كل شكر و ضيوفي الكرام شكرا للفنانة شهد ياسين و الشكر و وصل أيضا للفنان سلطان الفرج بسمر معاكم بعد الفاصل